دكتور رياد العنبر خل ندخل بالعمق أكثر أنت أستاذ بالفكر السياسي تعتقد أنت تعرف السيد المالكي ذكي ولديه قراءات سواء تحب أو تكرها هذا واقع هل ترشيح المالكي لسيد محمود المشهداني للوقوف بوجه المخطط التركي القطري لإحياء فكرة الأخوال المسلمين داخل المجتمع السني وهي ذات الفكرة التي أرادها القطريون والأتراك أن تكون في سوريا وفشلت هل في جزء منها لمواجهة هذا المخطط هو اختياره للسيد المشهداني لا ما أعتقد الأمور أو التوازنات أنا أعتقد للمرة الأولى لم يتدخل للأتراك ولا القطريين ولا الأماراتيين ولا حتى السعوديين ولا حتى الإيرانيين في قضية التنافس على اختيار رئيس مجلس النواب ولو مددخلين كانوا نحسن من البداية هذه نقطة راصة لذلك الآن السيد المالكي الآن هو اللي جاي يدير الأمور بطريقة ولحد الآن يومه محسوم وخلي تكون وابحين ربما تكون هذه النقطة الثانية أو الجولة الثانية التي يربح بها السيد المالكي إذا نجح في قضية أن يكون رئيس مجلس النواب هو سيد محمود المشهداني بعد تشجيل حكومة هو من عمل لا هل سجايا كان لكن هو نفسه من عمل على أن يقال السيد المشهداني في 2009 على يومه فارقة مهمة سيد محمود المشهداني الآن في أضعف حالاته هو يمثل شخص واحد مع مجموعة أشخاص وليس لديه لا كتلة داعمته ولا ممكن أن يشكل كتلة ولا ممكن أن يشكل تحالف وربما يكون هناك التحرك ولذلك هو الآن أختار السيد المالكي بأفق واضح وصريح يريد أن يضعف الزعامات السنية وأن لا يكون هناك زعيم سني بلغة الأرقاب لا أقول بعناوين زعامات هنا وزعامات هنا وهناك وعدها ثلاث نواب ويصور نفسه زعيم مثل ما موجود عندنا بالشياء هذه استراتيجية السيد المالك التي نحكيها بصراحة وهذه تنحسب جانب الإيجاب وهو التزم مع السيد المشهداني منذ هذه انتخابات 2021 بأول جلسة إلى اليوم وربما أيضا همين حسب لأنه بقى ملتزم وياه ما فضل أي مرشح في جولتين بال2021 بأول جلسة المجلس النواب بهذه الجلسة المضت في انتخاب رئيس مجلس النواب دولة القانون التزم وياه يعني أنت الآن ضراحة قصة أو هي قصة حقيقية السيد المالكي هو الذي أقصى أو عمل على أقصاع السيد المشهداني بال2009 واليوم قد عاد به مجددا ليكون أو مرشحا قويا لرئاسة مجلس النواب السيد المالكي أيضا كان له دورا في إقالة الحلبوسي واليوم الحلبوسي أقرب المقربين إلى السيد المالكي هذا عندك تايتل معين هل المالكي قويا إلى هذا الحد أم الجماعة ضعفاء إلى هذا الحد لا أنت شوف أولا هو ما لا علاقة حقيقة بقضية إقالة الحلبوسي قرار الحلبوسي إجاء بالمحكمة الاتحادية وهذا ما ممكن واحد أنه يبحث بثناياه التفاصيله ربما من استفاد منه بحثا آخر سيد المالكي أكثر شخص وأنا حقيقة مو دائما حتى لا يحسبون أنه أكثر شخص يجيه لعبة التوازن وأكثر شخص لديه أفق في إدارة هذه المناصب ولذلك عندما اختلف مع الصدر اختلف على من يكون رئيس وزراء ما اختلف قال لهم خلي يأخذ كل الوزراء بس المهم نكون شركاء مع من يكون رئيس وزراء وهذا الأفق يختلف به عن أفق بقية قوة الإطار التنسيقي الآن سيد المالكي يريد تفكيك الزعامات السنية بهذا الخيار وإذا نجح سوف يكون له حقيقة قضية مهمة أن يبقى لديه الزعامات الشيعية أن يعمل على كبح جماح السيد السوداني في أن يكون منافساً قوياً داخل القوى السياسية الشيعية ولذلك هو سيضمن جبهة سنية بالتفكير لكن هنا دكتور وقفال أنه لا نعرف كيف ستنصرف مع الجبهة الشيعية ترجمة نانسي قنقر